بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمهات الأخيرة التي يلقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بناصر العزيز من المسجد المبارك في تيلفورد في الثاني عشر من يوليو تموز الجاري حيث تحدث عن غزوة بن مصطلق وقال وقعت غزوة بن مصطلق في شعبان الخامس للهجرة كانت قبيلة بن مصطلق يسكن بجانب بئر يسمى الموريسيع فلذلك سميت هذه الغزوة بغزوة الموريسيع أيضا وهذا البئر على بعد مائة وستة عشر ميلا من المدينة كان بن المصطلق حلفاء قريش فاجتمعوا عند سفح جبل حبشي أسفل مكة وأقسموا أن يسكنوا مع قريش ولذلك سموا بالأحباش وبنفس الاتفاق انضم بن المصطلق في معركة أحد إلى جيش كفار قريش وكان من أسباب هذه الغزوة أن بن المصطلق كانوا قد تجاسروا في معاداتهم للإسلام وكانوا يحظون بالتأييد الكامل من كفار قريش وبسبب مشاركتهم في المعركة ضد المسلمين في غزوة أحد دخلوا الآن في منافسة مفتوحة مع المسلمين وتزايد تمردهم بشكل كبير والأمر الثاني هو أن الطريق الرئيس المؤدي إلى مكة كان تحت سيطرة بن المصطلق فكانوا يشكلون سدا قويا لمنع المسلمين من التدخل في مكة والسبب الثالث والأهم لهذه المعركة هو أن الحارث بن أبي الدرار زعيم بن المصطلق قد أمر قومه بقتال النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بجمع الجيش في مكان يبعد حوالي 96 ميلا عن المدينة المنورة يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه اتخذ عداء قريش الشديد تجاه المسلمين أبعادا خطيرة فدعاياتهم المسمومة ضد الإسلام جعلت العديد من القبائل العربية في الحجاز تقف ضد المسلمين حتى أن بعض القبائل ذات العلاقة الجيدة مع المسلمين اعتمدت موقفا عدائيا تجاههم وكان على رأسهم بن المصطلق ولقد زار زعيمها الحارث بن أبي الضرار العديد من القبائل المجاورة وأقنعهم في الاندمام إليه في مشاريعه العدائية ضد المسلمين ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر استعداد بن المصطلق هذا أرسل بوريدا بن الحسيب الأسلامي لاستطلاع الأمر فانطلق وبلغهم عند مائهم لقد رأى بوريدا المخادعين الذين لم يجتمعوا أنفسهم فحسب بل جمعوا جيشا أيضا من الناس المحيطين فسألوه من أنت فقال بوريدا أنا شخص منكم لقد أتيت إلى هنا بعد أن سمعت عن خروجكم وهكذا بعد تقييم الاستعدادات الحربية لهؤلاء الأشخاص بعناية جاء بوريدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغه بأحوال هؤلاء الناس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وأخبرهم عن استعداد العدو وسرعا ما استعد الجيش الإسلامي وانطلق كان جيش المسلمين يتألف من سبعمائة رجل وثلاثون خيلا كان للمهاجرين منها عشر خيول وكان للنبي صلى الله عليه وسلم فرسان يقول حضرة ميزة بشير أحمد رضي الله عنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بوريدا إلى بني المصطلق لجمع المعلومات وتقديم تقرير له على وجه السرعة عدى بوريدا بعد فترة وجيزة وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يستعدون على نطاق واسع لغزو المدينة المنورة فعلن النبي صلى الله عليه وسلم نياته قيادة حملة وقائية ضدهم فاستعد عدد كبير من أصحابه للسير معه وكذلك عدد كبير من المنافقين الذين لم يرافقوه بهذه العداد في أي مناسبة سابقة كان لهذه القوة ثلاثين فرسا فقط وعدد أكبر من الجمال وكان على أفراد هذا الجيش الركوب بالدور وخلال المسيرة تم إلقاء القبض على الجاسوس من بني المصطلق وعندما ثبتت التهمة تم تنفيذ حكم العدام فيه عندما تلقى بني المصطلق الذين كانوا يخططون لهجوب مفاجئ على المدينة خبروا مسيرة قوة المسلمين وعلموا أن جاسوسهم قد عدم شعروا بالارتباك كما قامت بعض القبائل التي كانت تصاحبهم في خطتهم بالتخلي عنهم والعودة إلى ديارهم ولكن سار زعماء بني المصطلق بجيشهم لحرب المسلمين وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مريسع خيم بالقرب من الساحل الذي كان لم يبعد كثيرا عن مكان بني المصطلق وبعد أن أرتب قواته ووزع الألوية طلب من سيدنا عمر الذهاب إلى بني المصطلق وإخبارهم أنهم إذا تخلوا عن عدائهم للمسلمين حتى في هذه المرحلة وعترفوا بسلطة النبي صلى الله عليه وسلم فسيتركون بسلام وسيعود المسلمون إلى المدينة المنورة فرفضوا العرض بغطرسة فأصبحت المواجهة لا مفر منها كان بني المصطلق أول من بدأ بإطلاق السهام عند هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرد بالمثل واستمرت الرماية لبعض الوقت ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجوم المفاجئ الذي حقق فوزا ساحقا حيث حاصرهم المسلمون وطوقوهم حتى اضطروا إلى إلقاء أسلحتهم وانتهت المعركة بخسارة عشر من بني المصطلق ومسلم واحد ثم قال أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز بما أننا في شهر محرم فأود أن ألفت انتباهكم بشكل خاص إلى الدواع فهو شهر قد وقعت فيه حادثة مؤلمة وبلغت فيه القصوى منتهاها حيث استشهد أحد أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من أفراد أسرته ومع ذلك بدلا من أخذ العبرة يواصل المسلمون ارتكاب المظالم اليوم وتتزايد الحجمات الإرهابية مما يؤدي إلى الخسائر في الأرواح علاوة على ذلك تسببات الطائفية والرغبة في تحقيق المكاسب الشخصية بصراعات كثيرة في العالم الإسلامي ويبدو أن المسلمين لا يتعلمون الدرس ولا يخشون الله ولا يلتفتون إلى الوسيلة التي يرسلها الله عز وجل لإنهاء هذا الإضطراب ولا يرغبون في مبايعة المسيح المعودي عليه السلام الذي هو الوصيل الوحيد لتوحيد العالم الإسلامي والذي يمكنه وضع حد للفوضى السائدة بين المسلمين ألا ليتهم يفهمون على أي حال خلال هذه الأيام ينبغي للأحمديين أن يركزوا بشكل كبير على صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بشكل خاص من أجل وحدة العالم الإسلامي ويجب أن نسع جاهدين لتحسين أحوالنا وإقامة علاقة أقوى مع الله يزوجل وفقنا الله تعالى جميعا لذلك ثم عالن حضرته نسره الله بأنه سيصل الغايب على أحد شهداء الجماعة السيد بوانجا محمود من توغو الذي قتل على يد الإرهابيين وعلى بعض المرحومين الآخرين وذكر نبذة من حياتهم سيكون الغايب على أحد شهداء الجماعة